قال جيش كوريا الجنوبية اليوم انه رصد مقذوفات اطلقت فيما يبدو من كوريا الشمالية عن طريق قاذفات صواريخ متعددة التلفوهات واعلنت قيادة الاركان المشتركة في كوريا الجنوبية رصد الطلقات في الساعة السادسة مساء وان الجيش كثف اجراءات المراقبة ورفع مستويات التأهب ولم تذكر اي اجراءات اخرى واختبرت كوريا الشمالية هذا العام مجموعة من الصواريخ جميعها محظورة بموجب قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي فرض عقوبات على تطوير كوريا الشمالية للصواريخ